موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الناقد والأكاديمية الأردنية دكتور عبد الباصط مراجدة تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد صحوة القصبة نور يتسلل من شباك الغيم إلى الشرفة ويعود يسابق صوت الريح ليحجر أروقة القصر في القصر فتاة شاحبة تتجرع ألم الآمال وتصف الخيبة فوق الخيبة في صمت لا تدري حتى ما تظل تمارس طقس الخوف وتنسج أكفان الذكرى ذكرى لرجال قد هدموا بنيان الليل بهمتهم وبنوا للشمس منارات تستجلب أقواس النصر وتكسر أغلال القهر للقصر نوافذ معتمة لا نور يبدد وحشتها لا صوت يآنس وحدتها أسوار طوقها فقد ينساب إلى طرف الدنيا يستمطر فرسانا رحل من غير وداع أو نظرة تركوه يشاطر حزن الأسر فتاة القصر ولم يبصر من يوم رحيلهم الدنيا وفتاة القصر وفتاة القصر تئن هناك وتدعو الفارس كي يرجع ليحطم حزنا كبلها ويميط اليأس ويفتح نافذة الدنيا يشتعل الشوق بعينيها لصهيل السيف بكفيه لبريق المجد بعينيه في القصر تعالت أصوات قد عاد الفارس فابتهجي سيجيء النصر فلا تهني وسيوقد شمع الحرية قد عاد الفارس فلتبكي فالفارس جاء بلا سيف بل إن السيف غدا ورقة وصهيل العزة أزعجه صمت القصبة بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتاب الشاعر السوري ياسر الأقرع هذا كتابي سوريتي وهو إصدار جديد الكتاب يقع في 42 قصيدة طبعا واضح من العنوان أنه يحمل الهم السوري بشكل خاص وطبعا يطرح مشاكل الأمة وما أكثرها قصيدة سوريتي التي حمل الكتاب عنوانها أقول في مطلعها من أي أرض قلت بل قولي سمى سورية الروح المذابة أنجمة خلقت من الألق المعتق وارتقت فغدت لها كل المعارج سلمة وطبعا ليس غريبا على شعر سوري أن يكون أهمه الأول قضيته التي يعاني منها منذ أكثر من عشرة أعوام بل زادت على ذلك بسنتين أيضا طبعا هناك قضايا أخرى طرحها الكتاب قضية فلسطين وهي القضية المحورية قضية العراق العظيم أيضا وبقية يعني مشاكل الأمة لكن هذا لا يعني أن الكتاب اقتصر على القصائد إن صحة تسميته الوطنية أو السياسية بل فيه كم من القصائد العاطفية قصائد الحب فهذه العاطفة الخالدة يكاد لا يخلو منها كتاب على الإطلاق ففيه قصائد غزلية وفيه قصائد سياسية أرجو أن يكون هذا الكتاب قد قدم شيئا للمكتبة العربية ولكم جميعا شكرا الخط العربي فن جميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم أخواني الأعزاء عودا على بدء نتكلم إن شاء الله عن اللوحة الفنية التشكيلية اللوحة الفنية التشكيلية أبعاد موضوع عنها كبيرة ومتشعبة نختص إن شاء الله اليوم بموضوع المواد المستخدمة في صناعة اللوحة التشكيلية اللوحة التشكيلية كما أسلفنا نحتاج إلى الكانفاس وإطار من الخشب وبعد تثبيته تشكيل الأرضية التشكيلية اللوحة التشكيلية اللوحة تستخدم الألوان الزيتية أو الألوان المائية حسب العمل الذي تريد أن تقوم به وحسب الفنان التشكيلي نيتو لإتمام هذا العمل يعني الألوان الزيتية تستخدم بكثافة معينة الألوان المائية بكثافة معينة ممكن نستخدم إحنا تقنية وهي تقنية الأحبار طبعا هنا نموذج بسيط هذا حبر طبعا صيني لكن يستخدم أحبار أخرى مثلا أننا إحنا لوحة مؤطرة نستخدم مادة الكاز مثلا ونستخدم الحبر نبدأ إحنا لسهولة الشرح قد نستخدم سفنجة أو مشحاف مجرود شيء تستطيع أن تكون تكوينات غير منتظمة في اللوحة ثم تستخدم لون آخر بتشكيل آخر بمادة أخرى قد تستخدم أبسط المواد يعني تستخدم السفنج تستخدم المشحاف حسب المادة اللي أنت تريد أن تستخدمها أو حسب اللون ممكن تعمل تشكيلات معينة لو نظرنا لهذا الشكل واعتبرنا أنه الأرضية لونها أبيض وضعنا لون سكني ثم وضعنا لون أسود فرغنا عملنا شكل معين نستطيع أن نأتي بالحبر ومادة الكاز مادة نفطية طبعاً الكل يعلمها ويدمج هذا الحبر مع الكاز ويوضع في الأرضية ثم تحرك باتجاه معين هنا سيطلع لدينا شكل غير منتظم محبب أبعاده عشوائية بعد ما تم تجهيز هذا الشكل تستطيع أن تكتب عليه بخط جميل أو قبل أو تستطيع أن تكون مجهز من البداية أرضية معينة ذات لون وشكل هذه الأرضية تكتب عليها بقلمية رصاص أو بالحبر من خلال هذا الشيء تضع أرضية أيضاً أخرى تمازج للألوان تختار ألوان بعناية ومتناسقة مع بعض ثم تتصبح اللوحة جاهزة للعرض أهلاً بكم الجديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الناقد والأكاديمي الأردني الدكتور عبد الباصط مراجدة فاسمعوا لي أن أرحل بيه ضيفي أهلاً وسهلاً بك دكتور عبد الباصط مراجدة ضيفاً على فضاءات والرافدين حياك الله وبكم يا سيدي بارك الله فيك وأشكر لك هذا اللقاء الطيب وهذه الدعوة الكريمة أهلاً وسهلاً بك نتشرف بحضورك بارك الله فيك حياك الله أكتور حضرتك اشتغلت على حالة التناصف في الأدب وأصدرت كتاباً تحت عنوان التناصف الشارع العربي الحديث السياب ودنقل ودرويش نموذجاً يعني بدي بداية نقف على مفهوم التناص ما هو التناص؟ مفهوم التناص هو مفهوم نعم يكاد يكون فضفض في جانب من جوانبه وهو دخول نص بنص آخر هذا بالمفهوم العام والإطار العام له نعم أما في جانب آخر فإن التناص هو جزء من شعرية النص إذن نحن نتحدث عن تقنية وعن أسلوب ولا نتحدث عن هذا الحضور الآلي لنص في نص آخر هذا في المجمل كثير من الأمور نعم يرى بعض من يدرس الأدب ويدرس النقد يرى بأنه أي نص يدخل في نص آخر وبغض النظر عن الكيفية هو من قبيل التناص نعم هذا الإطار العام لكن مفهوم التناص التقني وهو أن يكون جزءا من شعرية النص هذا أمر فيه تعقيد وليس الأمر سهلا على الإطلاق فهو جزء من شعرية الشعر وبالتالي هو يصبح أسلوبا ويصبح مادة تقنية موجود كما تعلم في مفهوم الشعرية موجود كما تعلم في وهو جزء من الأسلوبية والأسلوب في الكتابة وهو أيضا جزء من هذه اللغة المعقدة التي يكون جزءا منها له حضور متبادل مع باقي تنوعات النص وبالتالي هو جزء لا يتجزى من مفاهيم متنوعة لمفهوم الشعرية من مثل هل الموسيقى الداخلية جزء من الشعرية؟ نعم هل المفارقة جزء من الشعرية؟ نعم هل لغة الانزياح جزء من الشعرية؟ نعم هل التناص جزء من الشعرية؟ نعم إذن هو هذا التشكل التقني والأسلوب لذلك هو ليس هذا الطابع المفهوم فهما خارجيا لعلاقة نص بنص آخر فقط يعني فهم من ذلك أنه إذا افتقرت القصيدة إلى التناص أنه فقدت جانب مهم من الشعرية؟ نعم عادة في كثير من المرات وخاصة في أواصل القرن العشرين وما بعد ذلك نعم هناك حضور للنصوص لنصوص متنوعة نعم نصوص تعرف باسم النصوص الغائبة تدخل في صياغ ما نعم في النص الحاضر وبالتالي كل النصوص التي تتشكل من هذا الإطار هي نصوص أساسية في هذا الزمن الذي أتحدث عنه وأنت كما تعلم أيضا فإن حضور التناص بمعنى أن النص الحاضر هو عبارة عن نصوص كثيرة جدا نعم موجودة أرخبيل من الكتابات نعم هذا كأنه ردة فعل على البنيوية التي قالت بأن النص مكتف بذاته وأن النص ليس له تاريخ والحديث عن موت المؤلف كما تعلم نعم لكن هذه كغيرها من الإشارات التي جاءت من بعد البنيوية من مثل الأسلوبية من مثل التفكيك من مثل هذا القول يأخذني إلى كأنك تؤكد ما قالته جوليا كريستيفا التي تقول وهي رائدة هذا المصطلح حديثا لطالما ورد في مقالاتها هي ترى أن كل نص لوحة فسيسائية من الاقتباسات من نصوص أخرى فكل نص هو يتضمن أو متضمن لنص سبقه ولا بد أنه تفاعل معه ليخرج بصيغته الجديدة كأنك يعني يعني تتوافق مع هذا طبعا نعم تتوافق معها ومع هذا التوجه الحقيقي للأشياء الآن كما تعلم هناك تطور على مفاهيم النقد أو على الخطاب النقدي نعم ليس شرطا أن يكون عند العرب وإنما هو خطاب نقدي خطاب نقدي عالمي نعم وهناك توجهات لمفهوم شعري آخر غير الذي نتحدث عنه في تراثنا النقدي نعم تراثنا النقدي له حضور متميز في مفاهيم نقدية بأدواته الخاصة نعم وليست هذه الأدوات الجديدة الأدوات الخاصة القديمة كان يعرف الشعر بأنه كلام موزون مقفى مقفى له معنى نعم وإنما هذا المفهوم هو مفهوم يكاد يكون ينطبق على كل ما هو كلام موزون مقفى له معنى نعم وأنا أتسأل هل ألفية بن مالك على سبيل المثال كلام موزون مقفى له معنى هل هو شعر نعم إذن المفهوم الشعري هو مفهوم اختل أو تبدل أو له رؤية خاصة الآن نعم جزء من هذه الشعرية كما ذكرت هو في التناص هناك مكونات لمفهوم الشعرية الحديث نعم وبالتالي تنقسم القراءة النقدية إلى جزئين نعم هذه القراءة النقدية التي تنقسم إلى جزئين هي قائمة في اللغة ولا أقصد اللغة هنا عملية النحو وعملية الصرف وإن كانت تدخل في إطار القراءات وفي إطار الكتابات الآن اللغة تقسم إلى قسمين اللغة التي يسميها اللغة من مستوى الصفر وهي اللغة غير الإبداعية هذه اللغة التي تتشكل من اللغة المعيارية بمعنى اللغة التي القواعدية بين قسمين وهي لغة معيارية لا يوجد فيها إلا أن تكون بمستواها الأولي نعم مثلا أن تتشكل الجملة من مبتدأ وخبر نعم وأن تتشكل الجملة الفعلية من فعل وفا ومفعول به وقيود وإلى آخره هذا أولا ثانيا أن توظف اللفظة الواحدة في هذه الجمل بمعناها المعجمي وليست بدلالتها وهدفها النهائي هو إيصال المعنى بأمانة كمثل كل كتب التاريخ وكتب العلوم وكتب الطب والجغرافيا إلى آخر هذه الأشياء لكن اللغة التي ترتقي فوق مستوى الصفر هي هذه اللغة الشعرية وبالتالي مفهوم الشعرية أصبح يتجاوز مفهوم وحدة الوزن ووحدة القافية وبالتالي هناك مكونات لهذه اللغة أشرت إلى بعضها فيما سبق نعم منها الصورة على سبيل المثال منها الرمز على سبيل المثال منها التناص على سبيل المثال منها المفارقة منها اللغة التي تعرف باسم لغة الانحراف وهي ليست اللغة المقياس أو ليست اللغة القياسية وبالتالي هذه اللغة المتشكلة من هذا الحضور نعم الأساسي هذه لغة هدفها في جماليتها هدف هذه اللغة في استنطاق طاقة اللغة الجمالي والدلالي في تشكل تقني متميز من هذا تشكل التقني المتميز اللي هو مفهوم التناص وبالتالي مفهوم التناص ليس هذا المفهوم الذي أشرت إليه في نوع من فضفاضية التعامل معه وبالتالي أجد في كثير من المرات أن يقسم التناص على سبيل المثال إلى تناص شعري وإلى تناص تراثي وإلى تناص من النصوص القرآني وإلى آخره هذا لا يقدم شيئا على الإطلاق ولكنني أتحدث عن كيف وهذا أمر مهم كيف لأن نتحدث عن الكيف عن الشكل كيف وظف النص الغائب بالنص الحاضر جميل لفت انتباهي في كتابك التناصف الشعر الحديث أنك اخترت ثلاثة شعراء السياب ودنقل ودرويش كل هؤلاء يكتبون قصيدة تفعيلة هل هذا معناه أنه أو هناك إشارة ضمنية أن القصائد العمودية ليست فيها تناص؟ ليس مهما أن يكون النص نصا كلاسيكيا تقليديا قائم على وحدة الوزن والقافي أو أنه يكون في منأة عن ذلك بمعنى أنه نص 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 تفعيلة أو حتى قصيدة النثب ليس هذا المهم المهم أن نتحدث عن مفهوم الكيف هناك أدوات للكتابة التقليدية التي هي في إطارها بأدواتها الخاصة هل استطاعت القصيدة أن توظف التناص كما توظفه لغة الشاري الحديث إن كان كذلك فلا بأس به لكن المحور الأساسي في هذا الحضور كما ذكرت لك هو تقريبا من أوسط القرن العشرين وما بعد ذلك لذلك الأدوات اختلفت وقلت لك بأن مفهوم الشعرية القديم طيب ما يزال هناك شعراء كثر يكتبون القصيدة العمودية أو القصيدة الكلاسيكية كما قلت من منتصف القرن العشرين وحتى اليوم يعني تخلو من التناص كل نص على حدة لأنه حضرتك ركزت في هذا الكتاب على ثلاثة شعراء كلهم يكتبون القصيدة التفعيلة فليذلك هذا لفت انتباهي أنه ماذا يعني هل أنه دكتور عبد البسط له موقف من القصيدة العمودية لاحظة تراثنا تراث جميل نعم وأنا هذا التراث فيه جماليات لكن الأدوات الآن التي توظف في الشاري الحديث أو شاري التفعيلة أو هذا الشاري الجديد بغض النظر نعم مختلفة عن الأدوات القديمة لذلك لاحظ كثير أو بعض من كتب عن مفهوم التناص قال بأن هذه بضاعتنا ردت إلينا فهو هذا التناص هو السرقات هو التضمين نعم هو هذا التأثر جميل حديث عن السرقات هذا سؤال الحقيقي كان في ذهني أن أسألك عنه هناك من يسرق فكرة هناك من يسرق عبارة أو يسرق بيتا من الشعر ويدعي أنه تناص يقول هذا تناص ليس سرقة كيف نستخدمها للتمييز بينما هو سرقة وبينما هو تناص نعم سعيبي إذا بتلاحظ هناك نوع من الحضور التاريخي في وجهة نظر النقات في مفهوم التناص ومفهوم السرقات وهذه المفاهيم الأخرى الآن بواعث السرقات يا بواعث كان جلها أخلاقي نعم ليس المراد منها إلا سرقات عند أبي تمام وسرقات عند فلان وتأثر فلان بفلان إلى آخر هذا الأمر للحد الذي أن ابن الأثير قد وضع له مراتب معينة أو رتب معينة نعم ابن الأثير يضى يقول لك منها ما هو وقع الحافر على الحافر ومنها من أخذ اللفظ وترك إلى آخر هذه الأمور نعم أنا والله ما جاء عند الدكتور إحسان عباس في حديثه عن مفهوم السرقات قال هي ضلالة في سيرورة النقد العربي ما الفائدة في أن أقول بأن فلان سرق من فلان الآن تطور هذا الأمر فيما بعد في القرن التاسع عشر وربما في نهايات القرن الثامن عشر في حضور ما يعرف باسم مدرسة إحياء التراث أصبح ليس السرقات أصبح مطلبا هناك إذن تطور لهذه الرؤية الآن الشيع الأخير وهو التناص الذي ليس له علاقة فعلية بهذا الحضور التاريخي لمفهوم السرقات ومفهوم مدرسة الإحياء وإنما كما ذكرت لك هو جزء من شعرية النص هناك أدوات تختلف عن هذه الأدوات هذه أدوات جديدة طيب أنت تتحدث عن السرقة ذكرت أبو تمام سرقات أبي تمام نعم وسرقات البحتري من كان يسرق بغض النظر أنا ليس هذا من كان يسرق هناك يعني علينا أن ننظر فيه لا نقول ممن ممن نعم يعني هذا من البحتري أو تمام البحتري أو كل يسرق من بعضه نعم هناك مجموعة كما ذكرت لك هي قضية أخلاقية وهي قضية ضد نعم أو مع فلان من الناس نعم ليس هذا الأمر له علاقة بسيرورة النقد وبالخطاب النقد الجاد لذلك يعني يذكر إحسان أباسي الذي ذكرته هذا أمر أنا أتفق معه على الإطلاق ما الفائدة فعليا إن قلنا بأن فلان سرق فكرة فلان لا فائدة من ذلك نحن نتحدث عن مفهوم يعرف باسم مفهوم الشعرية طيب هل جاء التناص إنقاذا لهؤلاء لمن يسرقون هو كما ذكرت لك هي ليست القضية قضية السريقات هذه بواعثها مختل لاحظ بأنهم كانوا يأخذون بالبيت الواحد على سبيل المثال نعم وأنهم يجتزئون هذا الأمر هذه الأدوات التقليدية المتعارفة عليها معروفة نعم وبالتالي هم لا يستطيعون الآن تجاوز هذه القضايا النقدية التي ربما أصبحت ثابتة الآن شيء آخر أصلا على ما يبدو أن الشعر الحديث أو الشعر المعاصر أصبح هذا الأمر يعد مادة إيجابية في تشكل النصوص نعم إذن هو جزء لا يتجزى من مفهوم الشعرية الذي تحدثت عنه هو نعم مع لغة الانحراف هو مع الرموز هو مع الموسيقى الداخلية وليست الموسيقى الخارجية هو مع التكرار أو التكرير هو مع دلالات الألوان هو مع دلالات الأرقام هو هذا الجزء الذي يتشكل في نسغ القصيدة نعم وهذا التشكل هو تشكل تقني ليصل إلى القصيدة إلى حد وطيرة عالية من الحضور الشعري لاحظ الآن دعني أبقى في مفهوم الشعرية ومفهوم اللغتين اللغة التي هي لغة من مستوى الصفر وهي اللغة العلمية واللغة التي هي الإبداعية الآن لو ذهبت إلى قصائد كثيرة جدا منها على سبيل المثال رواب الربة البيت تصب الخلف الزيتي لها عشر دجاجات وديكن حسن الصوت طيب هل هذا نص شعري نعم هو نص شعري على الأقل الإيقاع الداخلي لهذه الموسيقى والوزن الموسيقى والوزن بغض النظر هل المعنى الداخلي العميق له حضور في عمق النص أم أنه يلتسق في البنية السطعية هو يلتسق في البنية السطعية إن كان كذلك فهذه الوتيرة ووتيرة قليلة جدا لكن لاحظ على سبيل المثال ودعني أخذ يعني مثلا ليس من من الشعراء الثلاثة على سبيل المثال في قصيدة الوقت وأظنك تعرفها جيدا وهي لأدونيس حاملا سنبلة الوقت ورأسه برجونار ما الدم الضارب في الرمل وما هذا الأفول قل لنا يا لهب الحاضري ماذا سنقول طيب دعنا نأخذ الجملة الأولى أصلا السطر الأول مما يقول حاملا سنبلة الوقت لماذا السنبلة ولماذا يضيفها للوقت ومفهوم حامل أو حاضن بغض النظر هذا المفهوم الإيجابي معدرة الدكتور سنكمن بعد الفاصل معدرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الناقد والأكاديمي الأوردنية دكتور عبد الباصد مراجدة أعود لك دكتور عبد الباصد كنت تحدث عن أودونيس وسنبلة الوقت نعم هذا الذي أتحدث عنه الآن سيكون جزء من تطبيق على مفهوم شعرية التناص نعم هناك أسئلة كثيرة حاملا أو حاضنا سنبلة الوقت نعم للوقت سنبلة ورأسي برجونار إن كنا أردنا أن نتعامل مع هذا النص على المعاني فالمعاني للكلمات واضحة نعم لكن ما الدلالة من ذلك هل اختار السنبلة لأن السنبلة فيها إشارة إلى النص القرآني في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء أزعم نعم لأن النص في لفظته الأولى يوم إلى ذلك وهذا الإشارة إلى مفهوم الاحتضان وإلى مفهوم الحمل وهو إشارة إيجابية تماما لذلك أزعم بأن هذا النص يتكع على نص خارجي نعم وهو النص الغائب وهي الآيات الآيات القرآنية كان فيه إشارة ضمنية إلى النص القرآني في هذا نحن لا نتحدث عن مقصدية الشعر نحن نتحدث عن النص نفسه نعم ورأسي برج نار رأس الذي يشي لنا ربما بالأفكار نعم إلى آخره هل هو وبرج النار مفهوم البرج الذي يكون منارة ولكن لماذا نار هل يوظف أسطورة سارق النار المعرفة أنا لا أتحدث الآن عن هذا المعنى بشكل أنه مؤكد سبب في ذلك أنه يرتبط بالنص كاملا نعم وبالتالي له حضور في تشكل هذا النص إلى آخر هذا الأمر إن كان كذلك نعم فبرج النار هنا بمفهوم المعرفة ولذلك الرأس التي أو الذي يشير إليه هو بمفهوم الأفكار وإن دخلنا إلى النص كاملا نجد بأن مفهوم الشاعر عنده هو مفهوم يتجاوز نعم كل المعارف التي تشي بأن الأنبياء هم أصحاب الرسالة وبأن كثير من المفكرين يمكن أن يؤثروا في هذا الإطار وأن هناك حضور للتراث العربي الإسلامي الذي يشير من خلاله إلى سلبيته نعم وبالتالي يرى بأن الشاعر يستطيع أن يبني بناء فكريا جديدا ليس للحاضر وليس للماضي وإنما هو للمستقبل بغض النظر عن هذه الإشارات الكثيرة الموجودة وبغض النظر عن ثقافة ثقافة القصيدة والتي ربما أنا أقف على ضدها أنا أتحدث الآن عن طريقة توظيف نص غائب بنص حاضر قضية مقصدية الشاعر ليست هذه هي المهمة ونما نتحدث عن النص نفسه وبالتالي هذه الإشارات الدينية التي أشارها والإشارة الأسطورية هذا جزء من التناص هذا جزء من التناص جميل فالحديث عن السرقة أبو هلال العسكري يعني العالم العباسي المفكر النحوي يقول لا يحكم على النص المتأخر إذا أخذ من النص المتقدم أنه سرق منه بل يعد التشابه في المعنى مع الاختلاف في اللفظ أمرا طبيعيا يعني يمكن كما يقول أن يحدث هذا الأمر من دون أن ينفي صفة الإبداع عن النص المتأخر وصاحبه يعني هذا الرأي يعني أنا قلت قبل قليل أنه ربما جعل مصطلح التناص أو حالة التناص يعني إنقاذ لمن كان يسرق الآن يعني أبو هلال العسكري يعني أيضا شارك بشكل بشكل فاعل لإنقاذ هؤلاء عندما ينفي حالة السرقة لمن يأخذ من نص من نص قليل فما رأيك؟ هي قضية الإنقاذ وعدم الإنقاذ هذا خارج الإطار كما ذكرت لك خارج إطار التناص على الإطلاق وأشرت إلى أن التناص هو جزء من تشكل تقني موجود في النص الآن ما يقوله أبو هلال العسكري يتحدث عن المعاني وما يقوله الجاحظ والمعاني مطروحة في الطريق ليس ما يذكره أبو هلال العسكري أو ربما النقد القديم له علاقة ربما مباشرة أو ربما غير مباشرة مع مفهوم التناص الآن هذا التناص كما ذكرت لك هو تقنية هذا أسلوب هناك كما ذكرت لك فيه أدوات خاصة في التعامل معه مغايرة تماما للأدوات الحديثة وبالتالي ما يشير إليه أبو هلال العسكري هو قيم تماما في زمانه لكن الآن تطورت الأمور وأصبحت كما تعلم العالم قري صغيرة كل يتأثر بالكل وبالتالي هذا الإطار هو إطار مهم تماما لاحظ كمان قبل ذلك الإشارة إلى الأدب المقارن وتأثر والتأثير هذا شيء أيضا شيء له حضور مهم في زمانه وما زال للحديث بإطار باتجاه معين ليس بالاتجاه الذي أتحدث فيه عن التناص التناص جزء من شعرية النص وكما لاحظت عند دونيس وربما غير دونيس أن هناك غموض نعم في الوصول إلى دلالة الأشياء ربما تكون قراءتي لهذا السطر الشعري قراءة خاطئة نعم تنبثق منها قراءة جديدة وبالتالي هذا الحضور في مفهوم الغموض إن كان للتناص جزء منه والأصل أن يكون فيه جزء منه حتى يرتقي بوتيرة النص تصبح شعرية النص عالية فالوتيرة هذه العالية هي أساسية في مفهوم شعرية النص ولنأخذ ربما دليل آخر على الإشارة إلى أن الغموض هو أساسي لاحظ عندما يكون التناص مكشوفا لا يشكل شعرية فيها عمق نعم وإنما عليه أن يكون بالإلماح وهذا أعلى هذه المراتب الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ معنى أن الدلالة النهائية مرجعة معنى ذلك أن النص غامض نعم في حضور للغموض وبالتالي النص القرآني هو نص قابل للقراءات المتنوعة هذه القراءات المتنوعة تعطي عمقا في فهم دلالات الأشياء نفهم من ذلك أنك يعني تصف الغموض النقوة للقصيدة طبعا طيب أنا يعني ما فائدة أو كيف أوصل رسالتي إلى جمهور وأنا أتحدث معه بطلاسم بغموض يعني أنا يعني هناك جمالية تتلقي طبعا هنا الشاعر إذا تحدثنا عن القصيدة وبين الجمهور يعني كثير من الشعراء يحرص على أنه هذه العلاقة تبقى تفاعلية بينه وبين المتلقي دون أن يلجأ المتلقي إلى البحث عن معنى الكلمة أو يضطر أن نستخدم معجم حتى يصل إلى المعنى فالآن كيف أنا ممكن أوصل رسالة إلى الجمهور وأحافظ على جمالة التلقي إذا أنا تعامل مع الجمهور بغموض صحيح أو نصي غامض صحيح هل تعتقد بأن كتب الطب تكتب للعامة لا أعتقد وهل تعتقد بأن الفضاء كتب الفضاء المتخصصة تكتب للعامة هذه تكتب لعلماء لعلماء تماما لمختصين لكن أنا أكتب للجمهور العامة جميل جدا نعم والآن الشعر الشعر العامة يكتب للمتخصص إلا إذا كانت الخطابية في عامة هذه فقط هناك من يكتب للنقات فقط ودائما يبقى أدبه محصور في زاوية معينة لكن أنا يعني من سعادة الشعر أو الأديب بشكل عام أنه أدبه يصبح عند العامة يتناقل بين العامة فإذا كان غامضا فكيف ممكن جميل جميل أن يتناقله العامة جميل جدا لكن هل الكتابة هي المتخصصة من العامة قد نختلف معنا أنا من نسبة للجميع للجميع هذا لم ألم تسمع في مقولة لماذا لا تكتب ما يفهم لماذا لا تفهمون ما يكتب نعم أو تقول إذن هي هذه القضية هل نحن نهبط بشارنا إلى مستوى فقط نعم أن نعزز بالتصفيق له أم نكتب بشعرية وطيرتها عالية الذي ينفع الناس يمكث في الأرض نعم وبالتالي ما الأشياء التي ربما ترسخ نعم أظن هناك يعني عشرات الآلاف من الشعراء لا نعرفهم نعم لماذا نعرف واحد مثل أبي تمام نعم مثل المتنبي مثل البحتري مثل فلان من الناس وبالتالي هذه الشعرية التي وطيرتها عالية هي التي تبقى وباقي الأشياء هي تنتهي تنتهي تماما رولان بارت الناقد الفرنسي عدى أن الأدب هو يعني في معرض الحديث عن التناصف يقول أن الأدب هو نص واحد وكل نص يتفاعل مع مجموعة نصوص سبقته ليعيد توزيعها بشكل جديد طيب إذا كل النصوص التي تكتب الآن هي يعني نص واحد أو هي كما يقال أنه مأخوذة من نصوص سابقة أو مستفيدة من نصوص سابقة طيب هنا نسأل من هو صاحب النص الأول الذي لم يأخذ مما قبله صحيح وأنا أسأل من هو صاحب القصيدة الأولى في الشعر الجاهلي نعم لا توجد إجابة ما هي بدايات اللغة لا توجد إجابة إلا إذا كانت من النص القرآني وعلم آدم الأسماء كلها لكن علم آدم الأسماء كلها بوصفنا مسلمين نستطيع أن نؤمن بذلك نعم علميا لا يوجد علميا نعم فهم لي لا يوجد ما يمكن لذلك بدايات الأشياء غير معروفة كأنه يريد أن يقول بأنه لا توجد كلمة بكر ولا نص بكر نعم وإنما كله أما ما البدايات هذا لا أعرفه ولا يعرفه أحد نعم إذن هذه هي وأنت تعلم بأن لغة النقد هي لغة في كثير من مرات لغة جريئة نعم بإطار من الأطر وبالتالي على سبيل المثال مثل موت المؤلف نعم أو الذي يقرأ في التفكيك الهادم إلى آخره هذه من هذه المقولات يريد أن يقول بأنه لا يوجد نص بكر وبالتالي هناك تداعيات من هنا ومن هناك إلى آخر هذا الأمر طيب كما هو معروف أنه عندما يعني نطل على الأدب العربي القديم إلى ظهور نظرية أو موضوع أو مصطلح التناص لم ترد كلمة التناص في التراث العربي لكن ربما وردت بشكل غير مباشر يعني مثلا قصيدة عنترة التي مطلحة يقول هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد التوهمي يعني هو يقول لم يبقي لنا الشعراء ما قبله هو في العصر الجاهلي نعم لم منسبقوه صحيح يعني ما تركوننا شيء ما قالوه فكأنه يقول نحن نستنسخ أو نعيد ما قالوا ربما بصياغة جديدة صحيح بعبارة جديدة يعني أفهم من خلال هذا أنه يعني تفسير البيت يعني ألا يمكن أن يعني يدلل على الحديث في التناص من تلك المرحلة لا هو الحديث عن التناص في تلك المرحلة أزعم بأنه لا نعم لكن هو معنا جميل يريد أن يقول بأن القدماء قد قالوا في كل الأشياء وأن ما نعيد ما يقولون وهذا الأمر أساسي في مفهوم نعم المفهوم الكلاسيكي بغض النظر إن كان عربيا قضية التأثر والتأثير والانضباط بما يعرف باسم النظام نعم لدينا النص الجاهلي وخاصة المعلقات وهي من أجمل ما قيل نعم لها نمطية في الكتابة نعم منها المقدمات من هذه المقدمات الوقوف على الأطلال فهذا معنى جميل في الوقوف على الأطلال نعم لكنه يبقى معنا لا يشكل ولا يؤسس بذرة لنظرية ولو كان كذلك فما النقد في العصر الجاهلي إلا تلك النتف البسيطة التي كانت يعني تساق على لسان حسان بن ثابت تساق على لسان النابغة نعم تساق على أم جندب إلى آخر هذه الأشياء هذا ما وصلنا من هنا لكن قضية التأسيس لمفهوم هذا المفهوم يأخذ مصطلحات نعم ويأخذ حالة فيها تراتب معين لها وجهة نظر ولها حضور في التنظير أظنه كان عن جوليا كريستيفو ربما سبقها بعضهم وجاء من بعدها جميل أبو العلال معاريو خالف عن ترى في قصيدة من قصائده أو في بيت من أبياته يقول وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل يعني خالف عن ترى هنا نعم لكن هل فعلا أبو العلاء جاء لما لم تستطعه الأوائل آه والله جاء نعم يعني أنا من من يحبون أبو العلاء حبا يعني شديدا هذا الحضور الذي فيه وجهة نظر وجودية نعم عميقة جدا هذه الوجودية التي يتحدث فيها نعم ويتعامل معها بتقنيات أيضا خاصة نعم على سبيل المثال مثال بسيط جدا وهو لزوم ما لا يلزب نعم نعم هو شاعر فذ وربما المتنبي أيضا جاء بما لم تجئه الأوائل نعم وهو 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 أيضا شاعر فذ ربما حسان بن ثابت ربما كثرهم لكن أنت تعلم في أن هناك طبيعة لكل شاعر فالمتنبي تنبه نعم وشيخ المعرة له حضور في الأنى نعم أنا أزعم في أن كل من يتعامل مع الإبداع له حضور خاص في هذه الطريقة نعم طريقة الأنى وبالتالي يا أبو العلاء المعر هذا معنى من المعاني التي ربما تفوق فيها على أقرانه في أن خالف ما جاء عند من سبقه بعض المقاد يقولون الشاعر المجيد هو الذي يستطيع الاستفادة من النص الأصلي وإيجاد نوع من الانسجام بينه و بين نصه الجديد لأنه مهما حاول إخفاء تأثره من نصوص سابقة فإن محاولته تحتاج إلى قدرة عالية وموهبة فريدة ماذا يعني هل يعني لا يمكن أن نتفلت من من نصوص سابقين يعني هذا ما جاء لديك عند بارت وعند جوليا كريستيفا وإلى آخره نعم قلت لك أن فيها القرن العشرين هناك حضور واضح تماما لدخول النصوص 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 الغائبة بنصوص حاضرة هذه تقنية إن شيئتا تقول هي جزء من موضة لعصر معين تماما كما السرقات وغيرها قد تكون لكنها موجودة الآن وما زالت موجودة وهناك حضور تقني متميز لكثير من النصوص الغائبة ولاحظ التناص لاحظ خلينا نأخذ بالتراث نأخذ بالتراث نعم الآن التراث هو في التراث فقط وأي تراث هل هو التراث العربي التراث الإنساني وكيف نقسمه هل نقسمه إلى أسطورة وإلى غير أسطورة وإلى نصوص معينة طيب ما رأيك بالشخصيات التاريخية أليس هذا نص في التناص هو نص لأن التناص يجعل غير الشعري شعريا شخصيات التاريخية دعنا نوظف على سبيل المثال شخصية خالد بن وليد رضي الله عنه رضي الله عنه هذا شخصية من الشخصيات نعم هل هذا نص في التناص نعم هو نص هل ذاكرة الزمان عندما يتحدث العراقي في قصيدته الرائعة سوق القرية نعم هذه العجوز وخوار أبقار وبائعة الأساور والعطور كالخنفساء تدب ماذا تقول قبرت العزيزة يا سدوم لن يصلح العطار ما قد أفسدت دهر القشوم سدوم ما سدوم مكان نعم هل لي هذا المكان ذاكرا نعم لهذا المكان ذاكرا نعم قرى لوط نعم قرى لوط نعم المؤتفكة نعم وكأنها تريد أن تقول لاحظ السخرية المغيرة نعم قبرت العزيزة تتغزل بسدوم ليه لتتجاوز هذه السوق نعم التي هي في قطيئتها أكبر من سدوم نعم والتي عذبت أكثر من عذاب سدوم قبرت العزيزة يا سدوم وكما تعلم فشر البلية ما يضحك هذا الذي يسمى الآيروني نعم السخرية الجادة المرة ثم الحداد الذي يراود جفنه الدام النعاس ماذا يقول أبدا على أشكالها تقع الطيور نعم والبحر البحر لا يقوى على غسل الخطايا والدموع نعم والشمس في كبد السماء وأنت تعرف الشمس العراقية قد يشعر نعم الآن ما البحر هل أراد بحر الميت بحيرة لوت نعم وبالتالي هذه اللفظة هذه نص هذه اللفظة تثير معنا في أنه كل القصص في النصوص القرآنية والأحاديث وفي الإسرائيليات وفي كل تصبح في لفظة واحدة لاحظ التعميق نعم في دلالات الأشياء أم أراد البحر طبعا أراد بحر لوت وهو موجود قبرة العزيزة يا سدوم أم أراد البحر هو بحر نوح عليه السلام وبالتالي هناك قصص جديدة لاحظ في لفظة واحدة تكثيف لغة الشعر الحديث معك مشوق شكرا لك العفو الناقد والأكاديمية لورديني الدكتور عبد الباصل مراجدة شكرا لك على هذا الحديث الجميل والذي أخذنا إلى التناص وأخذنا إلى هذا التراث وجمالية الشعر والأدب شكرا لك العفو شكرا لك شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لك